هذه رسالة وهي طويلة لم يذكر فيها بشكل واضح اسم المرسل لكن كتب في العنوان As like waves السؤال الأول سأقرأ بدايته لأنه قد فصل كثيراً والرسالة طويلة السؤال الأول كنت في نقاش مع بعض الأصدقاء ذات مرة حول بعض أبيات النعي الشهيرة التي يذكرها الخطباء في مجال السيد الشهداء وأبديت اعتراضاً على مضمون بعض هذه الأبيات وجاء بمثال يخايب خلخوا يحسين ساعة أغمضن ومد للموت باعة على ما أتذكر هذه تقرأ في المقتل في يوم العاشر وكأنه خطاب من العقيلة لشمر حين أراد أن يذبح سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه السائل هنا يثير اعتراضات على هذا الشعر والآخرون يردون عليه وأعتقد أن هذه القضية متكررة الخلاصة ما هي الخلاصة أن سائل يسأل يقول هل من حقي أن أعترض على الأشعار وعلى النعي الذي يقرأ في المجالس الحسينية حين أجده ليس مناسباً أنا أقول ليس من حقك هذا واجب يجب علينا أن ننزه المجالس الحسينية ليس فقط من حقك إذا كنت قادراً على أن تنزه المجالس الحسينية أو أن تكون سبباً لبث الوعي ولتفهيم الخطيب أو الشاعر أو الرادوت أو المسؤول عن الموكب لطرح الفكرة الصحيحة عن آل محمد ليس جائزاً فقط هذا أمر واجب أما هذا الكلام الذي يقال بأن هذا من سوء التوفيق من أنك تشكل على ما يذكر من شعر الناس تبكي لأجله وهذه الأشعار لأجل أن تتساقط الدموع هذا الكلام كلام خائب وهذا الكلام ليس صحيحاً وهذا جزء من التثويل المغناطيسي الذي ينتشر في الوسط الشيعي بغض النظر عن هذا البيت أو عن غير هذا البيت لا أريد أن أدخل في المصاديق والأمثلة فهذا باب سيجرني إلى حديث طويل جداً لكنني أتحدث عن المبدأ عن الفكرة هل من حقنا أن نعترض عن ما يذكر في المجالس الحسينية وفيه إساءة لسيد الشهداء وفيه إساءة للعقيلة زينب وفيه إساءة لمنطق أهل البيت وثقافة أهل البيت أنني أقول هذا واجب بل من أوجب الواجبات علينا واجبنا نحن الشيعة ما هو يجب علينا التمهيد لإمام زماننا ما هي أول فقرة في التمهيد لإمام زماننا في إحياء أمر آل محمد ما هي أول فقرة في إحياء أمر آل محمد إنه إحياء أمر الحسين أول فقرة في التمهيد لإمام زماننا إحياء أمرهم وأول فقرة في إحياء أمرهم إحياء أمر الحسين وأول فقرة في إحياء أمر الحسين أن ننشر الثقافة الحسينية بحسب موازين الكتاب والعترة بحسب منطق علي وآل علي هذا هو إحياء أمر الحسين وهذا هو إحياء أمر أهل البيت يحدثني البعض من إخواننا ليلة البارحة كنت على اتصال مع أحد الأخوة فكان يقول هناك من يتحدث في النجا فيقولون نحن كنا نقول بأن السيدة مريم هي أفضل من الصديقة الزهراء فأي حديث هذا الذي يقول هذا الرجل من أن العقيلة زينب هي أفضل بكثير بكثير من الصديقة مريم هذا هو المنطق المخالف لأهل البيت وهذا المنطق منطق مراجع أنا لا أتحدث عن عامة الشيعة ما هو هذا الكلام نفسه مثبت في تفسير الميزان وفي غيره من أفضلية السيدة مريم على الصديقة الطاهرة فاطمة هذا مثبت في تفسير الميزان للسيد طباطبائي وفي غيره هذا ما يرتبط بالسؤال الأول ترجمة نانسي قنقر